زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان تتصدر استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرها معهد إيفوب بفرنسا الاستطلاع أظهر أن مارين لوبان ستحل أولاً خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 25% ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي بدأ القلق يدب في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية من احتمال فوز زعيمة اليابين المتطرف لسيما وقد وعدت بمحاربة الهجرة والخروج من الاتحاد الأوروبي هذا المواطن يقول من المقرف رؤية مارين لوبان في الصدارة الفرنسيون أغبياء أما هذه فتضيف هذا يصيبني بالجنون نوعاً ما لكن في النهاية لا أدري كيف سأتقبل هذا أما هذا المواطن فيقول هذا يزعجني لكن استطلاعات الرأي لم تعد تعطينا النتائج الصحيحة من جهة أخرى أظهرت استطلاعات الرأي أن فيون سيكون عاجزاً على الترشح لجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية لا سيما وأن 70% من الفرنسيين فضلوا له أنه انساحب من السباق الرئاسي عقب الفضيحة المسمات ببينيلوب جايت من جهة أخرى توقعت استطلاعات الرأي أن يحل إيمانويل ماكرون ثانياً خلال الدور الأول من الاقتراع الرئاسي بالنسبة 19% من الأصوات ليتفوق بعدها على مارين لوبان خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية